بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدنا إليكم من جديد في درس جديد تغير المجالات المغناطسية يولد قوة دافعة كهربائية حفية في درس الحف الثالثي وأيضا المحولات الكهربائية معكم الأستاذة العنود الهبلان مراجعة للدرس السابق قانون لينز أخذنا أن قانون لينز ينص على أن اتجاه التيار الحفي يعاكس التغير في المجال المغناطسي الذي يسبب هذا التيار الحفي وأيضا تعرفنا على ممانعة التغير اتجاه التيار الحفي يعاكس السبب الذي أحدثه وكذلك بعض المحركات وقانون لينز مع دوران المحرك تعمل حركة السلاك الملف خلال مجال المغناطسي على توليد قوة دافعة كهربائية حفية عكسية تعاكس التيار لذا يقول التيار الكلي الموجود في المحرك كان عندنا سؤال للواجب افترض أن هناك معارضة لقانون لينز يقول أن القوة تعمل على زيادة التغير في مجال المغناطسي عندما تحتاج إلى طاقة أكبر فإنه تلزمنا قوة أقل للتدوير المولد فما القانون الحفظ الذي ينتهكه هذا القانون الجديد واضح إجابتك كانت الإجابة على هذا السؤال أن هذا سينتهك حقوق حفظ الطاقة وبالتالي تنتج طاقة أكبر من الطاقة الداخلة وينتج المولد في هذه الحالة طاقة من العدم ولن يقتصر عمله فقط على تحويل الطاقة من شكل إلى شكل آخر وهذا طبعا غير صحيح درسنا لهذا اليوم الحفظ الذاتي والمحاولات الكهربائية نتناول الأهداف واحد توضح القوى الدافع الكهربائية العكسية وكيف تؤثر في عمل المولدات والمحاولات أو المحركات وأيضا اثنين توضح الحفظ الذاتي وتأثيره في الدوائر الكهربائية ثلاثة تحل مساء المتعلقة بالمحاولات تتضمن الجهد والتيار ونسب عدد اللفات الموجود فيه المفردات عندنا الحفظ الذاتي المحاول الكهربائي الملف الابتدائي والملف الثانوي الحفظ المتبادل المحاول الرافع والمحاول الخافظ عندنا في هذه الشريحة صورة لدائرة كهربائية مفتوحة عند غلق هذه الدائرة الكهربائية عند غلقها نلاحظ أنه سوف يسري تيار كهربائي يخرج من مصدر البطارية اتجاهه إلى الملف عند دخوله إلى الملف هذا التيار يتولد عندنا تيار حفي التيار الحفي هنا يتدفق في تدفق مغناطيسي بداخل الملف نتيجة لدخول التيار ووجودة تدفق مغناطيسي يتولد عندنا قوة دافعة كهربائية عكسية بعكس هذا الاتجاه ونلاحظ أن عند غلقه يزداد قيمة الجلفانومتر إلى أن يصل إلى قيمة معينة ومن ثم عند فتح هذه الدائرة الكهربائية نلاحظ أنه سوف يعود التيار مرة أخرى من جديد إلى الصفر وتبدأ يقل التيار وبالتالي تقل القوة الدافع الكهربائية في هذه الحالة هذا نسميه بالحث الذاتي الحث الذاتي هنا دليل على وجود تيار حثي ذاتج من قيمة من تدفق التيار الكهربائي في داخل الملف وادلت عندنا تدفق مغناطيسي التدفق المغناطيسي عمل على توليد قوة دافعة تعاكس السبب من قانون لينز أيضا هنا في هذه الحالة نلاحظ هنا أن عندنا ملف لولبي الملف اللولبي هنا لا يتصل فيه أي مصدر ولكن عند مرور التيار الكهربائي نلاحظ أنه يزداد قيمة التدفق المغناطيسي داخل الملف وتولد عندنا التيار حثي لذلك وبالتالي تتولد عندنا نتيجة لوجود التيار الحثي يتولد عندنا قوة دافعة كهربائية تعاكس السبب الذي أدى إلى وجودها وهو التيار الحثي وهذا هو صورة موضحة لعمل التيار فعند خلق الدائرة نلاحظ أن التيار يبدأ يزداد تدريجيا يزداد تدريجيا إلى أن يصل إلى نقطة وبالتالي يصبح التيار ثابت في هذه النقطة وهذا الجهاز أو هذا الحث الذاتي اللي على شكل زنبرك أو على شكل ملف لولبي بهذا الشكل يوجد في الأجهزة الإلكترونية يعمل على حفاظها وحمايتها من الاحتراق بحيث أن التيار أول ما يتدفق فيه أو أول ما يدخل فيه التيار يبدو يزداد تدريجيا فيه إلى أن يصل إلى قيمة ثابتة بعدها يكون التيار ثابت في هذه الحالة ومن ثم عند فتح الدائرة يبدأ يتلاشى أيضا تدريجيا إلى أن ينعدم وهذه هي ظاهرة الحث الذاتي الحث الذاتي ما هي إلا قوة دابع كهربائية حفية المتولدة في سلك يسري فيه التيار لكن هذا التيار متغير لماذا لا يكون التيار مندفع أو يستمر على تيار مستمر مثلا دائما تكون تيار فيه تيار متناوب وذلك للحفاظ على الأجهزة بحيث أن الأجهزة ما يتدفق فيها التيار فجأة يؤدي إلى خرابها عندنا بالنسبة للمحولات كما ترون في هذه الصورة هل نستطيع الاستفادة من فرق الجهد العالي الموجود في المحطات إنتاج الطاقة بصورة مباشرة؟ طبعا الإجابة نعم نستطيع الاستفادة من الجهد العالي ولكنه يصل إلى منازلنا بالتدريج يصل إلى منازلنا بصورة أقل من الجهد في المحطات إنتاج الطاقة يكون قيمة الجهد 500 ألف عالي جدا ولكن هذه القيمة لا تصل إلى منازلنا إلا بقيمة 110 فولت أو 220 فولت فما هو السبب يا تورا؟ السبب في هذا هو عبارة عن المحول الكهربائي عندنا نماذج من أشكال المحول الكهربائي يكون عبارة عن هذا الشكل الموجود فوق محطات توليد الكهرباء أو الأعمدة وعندنا أيضا هذا الشكل الموجود في مصادر الطاقة الكهربائية العالية وظيفة المحرك طبعا هو له وظيفة إما خفض أو رافع الجهد الكهربائي المتناوب هو لا يعمل إلا على مصدر جهد التيار المتناوب طريقة عمله في البداية أن نشوف اللي هو التركيب يتركب عندي من مصدر للتيار المتناوب AC بحيث أنه يبدأ ينطلق من داخل التيار عبر الأسلاك إلى أن يصل إلى الملف اللولبي المتصل بالمصدر للتيار المتناوب نتيجة لوجود ملف لولبي وملف أو قلب من الحديد إذن يتولد عندي هنا تيار التيار المتولد هنا ينتقل إلى التيار أو في الملف الآخر هو يتكون عندي من ملفين ملف ابتدائي وملف ثانوي تختلف عدد اللفات الموجودة في الابتدائي على الملف الموجود في الملفات الثانوي بالبداية ينتقل عندي التيار الموجود التيار متناوب قلنا AC يمشي هنا إلى أن يصل إلى القلب الحديدي المغناطيس إذا وصل عندنا هنا تولد عندي تيار حفي التيار الحفي هنا يولد عندي مجال مغناطيسي متغير المجال المغناطيسي المتغير هذا يسري عبر الأسلاك الحمراء ينتقل هنا إلى أن يصل إلى الملف الثانوي طالما عندي لفات لولبية في الملف الثانوي إذن هنا يكون تولد عندي تيار حفي نتيجة لوجود التيار الحفي هنا يتولد عندي قوة دافعة كهربائية حكسية تعاكس السبب المؤدي إلى حدوثها من التيار في الملف الأول اللي هو الملف الابتدائي القوة الدافعة الكهربائية إذن هنا تولد عندي لذلك وصلنا إلى مصطلح اللي هو الحف المتبادل وذلك وصلنا إلى الحف المتبادل وبعد ذلك اللي هو يستري إلى الجهاز ومن ثم يعمل على إما رفع هذا الجهاز الجهد الكهربائي أو خفضه التركيب كما ذكرنا يتركب عندنا من ملف ابتدائي يتكون عدد من اللفات اللفات نرمز في الملف الابتدائي بالرمز N وطالما إنه ابتدائي نختصر فيها ونأخذ الرمز B يتكون أيضا عندنا هنا من تيار نتولد فيه من نصف تيار المتناور نرمز له بالرمز I-B لأنه في الابتدائي أيضا يتكون هنا عندنا قلنا أنه يرفع أو يخفض الجهد إذا تكون عندنا من جهد ونسميه جهد الابتدائي V-B الملف الثانوي بنفس الطريقة راح يتكون عندي من عدد من اللفات نلاحظ أن اللفات الابتدائي يختلف عن منفات الثانوي يتكون عندي من عدد اللفات نرمز له بالرمز S على أساس أنه ملف ثانوي أيضا يتكون عندي التيار هذا يكون نرمز له بالرمز I وطالما أنه يختص بالملف الثانوي نرمز له بالرمز S وأيضا فرق الجهد أو الجهد من الملف الثانوي نرمز له بالرمز S إذن هذا الملف الثانوي وهذا الملف الابتدائي هذه بالنسبة لتركيبة وأهم ما نحتاج للملف في المحول الثانوي كيف يعمل المحول الثانوي؟ زي ما ذكرنا سابقا يعمل المحول على انتقال التيار المتناوب AC من مصدره إلى الملف الابتدائي فيتولد هنا تيار حفي التيار الحفي يسبب التغير في المجال المغناطيسي ونتيجة الوجود تغير في المجال المغناطيسي يؤدي إلى تولد قوة دافعة كهربائية حفية تسري عبر القلب الحديدي إلى أن تصل إلى الملف الثانوي نتيجة لوجودها في الملف الثانوي يتولد عندي تيار حفي التيار الحفي هذا يؤدي إلى تولد قوة دافعة كهربائية حفية عكسية أدت إلى نعاكسة السبب الذي تسببه في وجود هذا التيار وهو من قانون لنز وبالتالي يعمل على نقل أو خفض إما خفض الجهد أو رفعة إما خفض الجهد أو رفعة عندنا من أنواع المحولات نوعين محول نسميه المحول الابتدائي ومحول ثانوي هذا عدد الملفات ملف ابتدائي وملف ثانوي في عندنا المحولات نوعين إما محول خفض أو محول رافع متى نحتاج الخفض ومتى نحتاج الرافع بحسب احتياجاتنا في هذا الجهاز فإذا كان المحول عدد اللفات الابتدائي أقل من اللفات الثانوي في هذه الحالة نسمي المحول محولا رافعا إذا كان عدد اللفات الابتدائي أقل من الثانوي أي أن الثانوي أكثر وبالتالي إذن دائما نناظر للمرحلة الأخيرة إذا كانت المرحلة الثانوية عدد اللفات كثيرة إذن هنا محول رافع أما في المحول الخفض نلاحظ أن الثانوي هنا ملفاته عدد أقل من الملفات الابتدائي وبالتالي إذن طالما أن الثانوي هنا عدد اللفات فيه قليلة إذن المحول خفض بهذه الطريقة نقدر نميز المحول الخافض والمحول الرافع بالنظر إلى الملف الأخير اللي هو الملف الثانوي إذا عدد اللفات كثيرة إذن يعتبر رافع إذا عدد لفاته أقل من الابتدائي إذن هنا ملف يكون خافض إذا كان الجهد طبعا هنا عندنا تقييم في فراغات يقول لك إذا كان الجهد الثانوي أكبر من الجهد الابتدائي فإن المحول يسمى في هذه الحالة ماذا؟ أحسنتم مع عزائي الطلاب إذن يسمى رافع لأنه من كلمة أكبر وضح لي أن الجهد الثانوي أكبر إذن في التالي يكون محول رافع إذن إذا كان الجهد الناتج عن المحول أقل من الجهد الداخل فيه هالمرة ما قال لي ثانوي ولا قال لي ابتدائي بس قال لي أن الملف يكون المحول أقل من الداخل فيه إذن النهاية تكون قليلة بالتالي يكون يسمى المحول في هذه الحالة ممتازين يسمى خافض أحسنتم إذن من خلال المحول ومعرفة تركيبه ووظيفته إذن لابد أن أستنتج القانون الخاص في المحول عندنا القانون الخاص نلاحظ هنا موجود عندي جهد الابتدائي وهنا تيار الابتدائي وهنا عدد لفات الابتدائي ونحن نعلم من قانون أوم أن هناك علاقة عكسية بين التيار والجهد من قانون أوم آي تساوي اللي هو الفي على الار إذن هنا نلاحظ أن هناك علاقة بين فرق الجهد وبين التيار علاقة عكسية وبالتالي تكون هنا العلاقة أيضا علاقة عكسية طالما هنا حاط لك التيار في الأعلى إذن هنا أملأ القرار بحسب المعطيات الموجودة عندي التيار وفرق الجهد وعدد اللفات لابد أن أقوم باستنتاج القانون هنا عندي قانون يقول لك أن كلما زاد عدد لفات الملف الثانوي زاد فرق الجهد وبالتالي بينهم علاقة طردية إذن هنا عندنا علاقة طردية بين عدد اللفات وبين فرق الجهد ونحن نعلم أن فرق الجهد يتناسب تناسبا عكسيا مع قيمة التيار إذن من خلال هذا القانون أكثر أستنتج متى يكون في البسط إذا كان هل ملف ابتدائي أم يكون ملف ثانوي وأيضا في العكس يندرى هنا حاط لك الـ IS معناها التيار الملف الثانوي إذن نملأ الفراغات اللي هون نقول هنا B وهنا B وهنا N وهنا N طيب من اللي يكون في الأعلى ومن اللي يكون في المقام طالما علاقة عكسية بين الملف الثانوي والابتدائي إذن هنا نقدر نقول هنا B وإذا حطينا هنا B تكون B أيضا في عدد اللفات لأنها تناسب تناسبا طرديا إذا حطينا هنا B أيضا هنا رح يكون تناسب تناسبا عكسيا إذن هنا S وهنا S اللي هو أن التيار الثانوي على التيار الابتدائي يساوي فرق الجهد الابتدائي على فرق الجهد الثانوي ويساوي عدد لفات الملف الابتدائي على عدد لفات الملف الثانوي طبعا في المعادلة ما يجيب لك هي المعادلة كلها تاخد طرفين بحسب المعطيات الموجودة عندك في المعادلة أما أنك تهمل الأول أو تهمل الوسط أو تهمل الطرف الأخير بحسب المطلوب من المعطيات الموجودة في المسألة نشوف نطبق بعد ما ناخذ الرياضيات بالفيزياء عندنا هنا الرياضيات بالفيزياء في عندنا عدم المساواة إدرس التعابير الآتية يتساعدك على فهم العلاقات بين الجهد والتيار وعدد اللفات في المحول الرافع والمحول الخافض في المحول الخافض أول شيء أن الجهد الثانوي يكون أقل من الجهد الابتدائي لذلك هو خافض وبالتالي إننا قلنا علاقة عكسية مع الجهد إذا كان الجهد الابتدائي أكبر بالتالي أنه تيار الثانوي يكون أكبر من تيار الابتدائي وبالتالي تكون عدد ملفات الابتداء الثانوي أقل من عدد لفات الابتدائي دائما عدد اللفات والجهد تكون متوافقة مع بعضهما البعض التيار يكون في حالة عكسية كما أوجدناها في العلاقات السابقة أن الملف يكون في ابتدائي وثانوي عدد اللفات والجهد دائما تتناسب تناسبا عكسيا مع التيار دائما إذن هنا نشط المحول الرافع المحول الرافع لماذا أصبح رافع؟ لأن الجهد في الثانوي أكبر من الجهد في الابتدائي وبالتالي طالما الجهد أكبر إذن هنا نفس الشيء بتكون عدد الملفات إذن عدد اللفات هنا في الثانوي بتكون أكبر من عدد اللفات في الابتدائي إذن من اللي يراكس؟ أحسنتم من اللي يراكس التيار إذن هنا التيار الثانوي بيكون هو اللي أقل من التيار في الملف الابتدائي عندنا مسألة موجودة في الكتاب أو مثال 2 في صفحة 61 نحلها نقول محول رافع عدد اللفات الابتدائي عدد اللفات نرمز له بالرمز N وطالما إنه ابتدائي إذن B إذن NB أعطى 200 لفة وعدد اللفات منفه الثانوي 3000 لفة إذن هنا N للأس إذا وصل منفه الابتدائي بجهد متناوب فعال مقداره 90 فولت منه اللي توصل اللي هو الابتدائي إذن هذه VB أي ما مقدار الجهد في دائرة الملف الثانوي يبغى الجهد في الملف الثانوي طالما إنه يبغى الجهد والمعضيات عندي واضحة إذن أكتب القانون VS اللي هو جهد الثانوي على جهد الابتدائي يساوي عدد لفات الثانوي على عدد لفات الابتدائي نضرب وسطين في طرفين نطلع قيمة الجهد الثانوي VS إذن نعوض 3000 في قيمة التسعين مقسومة على الميتين طلع الناتج 1350 وطالما إنه جهد إذن وحدته الفولت عندنا البي إذا كان التيار في دائرة الملف الثانوي اللي هو IS كم؟ 2 أمبير فمقدار تياه في دائرة الملف الابتدائي إذن دائرة الملف الابتدائي نقدر نجيبها اللي هو من العلاقة VI في البي بي نقدر نجيبها من قانون المحول اللي هو IS على الابتدائي طيب نختار الجهد ولا نختار فرق الجهد عادي كلها عدد اللفات ولا نختار الجهد كلها واحد لما نختار فرق الجهد طبعا العلاقة عكسية طالما هنا S إذن هنا B وهنا عندنا الـ S علاقة عكسية نعوض عادي بالقانون طالب هو اللي هو التيار أعطاني التيار في ملف الابتدائي هذه إذن هنا نضرب وسطين في طرفين حتى أحصل على قيمة الـ I للـ B إذن I B تساوي I S مضروبة في الـ V S مقسومة على الـ V B وبالتعويض المباشر نلاحظ أنها 1350 مضروبة في قيمة الـ 2 الأمبير اللاطنية في المعطيات مقسومة على الـ 90 يصبح الناتج اللي هو 3 في 10 أس واحد يعني 30 أمبير طيب هنا عندنا مسألة عندنا مسألة محول مثال اللي هو رافع هنا قال لك محول رافع يتكون ملفه الابتدائي من 80 لفة الملف الابتدائي N B يتكون عندي من 80 لفة ويتكون ملفه الثانوي اللي هو N S من 1200 لفة إذا زودت دائرة الملف الابتدائي بفرق جهد متناوب طبعاً هنا إذن V B كيف عرفت أنه جهد ابتدائي مكتوب عندي ملف الابتدائي هنا يعطي له 120 فولت فما مقدار فرق الجهد في الملف الثانوي يبغى مقدار فرق الجهد في الملف الثانوي مجهولة طبعاً في البداية طالما أنه عندي هذه المعطيات إذن أعوض بالقانون أقول هنا N وهنا N وهنا V على V طيب من اللي في البسط ومن اللي في المقام قلنا علاقة طردية بينهم ما عادي نعوض هنا مثلاً يكون هنا B وهنا S وهنا B وهنا S إذن هنا عدد اللفات الابتدائي هنا 80 على جهده 100 هو يبغى جهده اللي هو هنا الثانوي 1200 تساوي V B هنا 1120 على الجهد المطلوب اللي هو V S نضرب وسطين في طرفين ونطلع قيمة الناتج يصبح قيمة البي أس في هذه الحالة 1800 وطالما أنه جهد إذن V استعملات المحولات الذاتية المحولات الكهربائية تستعمل في العديد من الأجهزة الإلكترونية وخاصة إنها في عصر التقنية فهي تستخدم في رفع الجهود عند مصادر الطاقة الكهربائية أيضاً تستخدم في خفضها وعند الاستخدام في المنازل لا تصل إليها بقيمة التيار أو الجهد الداخل لها في محطات إنتاج الطاقة وإنما تصل إلينا بقيمة مخفضة زي ما ذكرنا قيمة 110 بولت أو 220 بولت وذلك لحماية الأجهزة الإلكترونيات من خطر الكهرباء لكن عندنا استخدام آخر نشاهد لا تستخدم المحولات لخفض ورفع الجهد فقط وإنما تستخدم لعزل دائرة عن أخرى فلماذا؟ تستخدم في عزل دائرة عن أخرى لأن سلك الملف الابتدائي كما شاهدنا معزولاً عن الملف الابتد الثانوي فهو لا يتصل فيه إلا عن طريق القلب الحديدي ضع علمت صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطئة مع تصحيح الخطأ تستخدم محولات لرفع أو خفض الجهد الكهربائي المستمر دي سي ممتاز إذن عبارة خاطئة والتصحيح ليس تياراً مستمر وإنما متردد اثنين للمحول الكهربائي ملفان معزولان كهربائياً أحدهما عن الآخر فعلاً الإجابة صحيحة حسنتم وفي ثلاثة محول تعتمد النسبة بين الجهد الداخل والجهد الناتج على النسبة بين عدد اللفات الملف الابتدائي وعدد لفات الملف الثانوي ممتاز إذن عبارة صحيحة أربعة من استخدامات المحول أو اللي هو غير رافع وخفض الجهد عزل الدائرة الكهربائية هل صحيح أم لا فعلاً أحسنتم اللي هو الإجابة رح تكون إجابة صحيحة إذن ماذا تعلمنا اليوم تعلمنا اليوم اللي هو المحول والحث الذاتي عندنا المحول وظيفته اللي هو إما رفع أو خفض الجهد وكذلك عزل دائرة عن أخرى عندنا أيضاً اللي هو تركيبة يتركب عندك من ملفان معزولان أحدهم ملف ابتدائي والآخر ثانوي أيضاً أخذنا معادلة المحول المعادلة IS على IB تساوي BB على الBS وتساوي NB على الNS واخذنا الاستخدامات اليومية له تقليل هدر الطاقة أثناء نقلها بين محطات الإنتاج وأماكن الاستهلاك عندنا واجب منزلي نحل بإذن الله في الحصة القادمة وبذلك وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم نستودعكم الله لأمل لقاء بكم في الدرس القادم بإذن الله